تعاني عائلة عبد الكريم من مشكلة تسجيل ابنه من داوي الإعاقة في المدارس الحكومية كالكثير من العائلات ما يضطرهم إلى تحمل التكاليف العالية للدراسة المنزلية التي يرون فيها السبيل الوحيد لرعاية ابنهم عزين ذلك لعدم جهوزية المدارس الحكومية بعد الاستقبال أبنائهم المنظومة عندنا في المدارس العادية بالنسبة للإحتاجات الخاصة أدنى من المستوىها الطبيعية ما عندنا مستوى أو أمور مهيئة للإحتاجات الخاصة في المدارس الطبيعية أول شغل يريد أن يكون عندنا تهيئة منظومة كويسة عندنا وضع مهيئة في المدرسة للإحتاجات الخاصة يعني فيه ناس كتير بيجي ويقول لك من أهالي إحتاجات الخاصة أنا بدي أدمج ابني أدمج ابني هيك عشوائي راح ينقلب عليه عكسي أصلا تتيح عملية الدمج للأطفال ذوي الإعاقة أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم هل تقوم مبادرة إحنا إلنا الحق بتفعيل دور هذه الفئة في المدارس وتهيئات الصفوف بما يتناسب واحتياجاتهم مبادرة اسمها إحنا إلنا الحق وبقصد بها الفئة معينة من شريحة المجتمع اللي هي المتلازمة دون راح تكون بداية المبادرة بتوزيع حقائب مدرسية عليهم زيارتهم درجة أولى يعني هم وبهمهم كمان أنه تعاطف معهم أكثر ما تعطيهم أي إشي قرار وزارة التربية والتعليم جاء لتهيئة المدارس من حيث البناء الهندسي وتهيئة النظام التعليمي ككل لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة ودمجهم مع أقرانهم الأسوياء وتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الإعاقة وإعداد وتدريب المعلمين على التعامل مع هؤلاء الطلاب تقوم وزارة الدربية والتعليم باستمرار بالاعتناء بذوي الإعاقة فمن هذا المنطلق توجد تقريبا 40% من مدارسنا مهيئة لذوي الإعاقة وحاليا أي مدرسة جديدة تنشأ تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص والطلاب الذوي الإعاقة في مدارسنا فنحن في تطور مستمر بخصوص بهذا المجال إن تطوير التعليم الدامج يتطلب معلمين قادرين على إتقان لغة الإشارة وطريقة بل وغيرهما حتى يتضمن التعليم التوعية بمجال الإعاقة واستخدام طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعنا مساعدة من العام للشؤون الفنية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المهوقين غدير الحر الصباح الخير أهلا وسهلا بك معنا هل هناك إحصائية واضحة حول عدد المدارس المهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى تناسب العدد المدارس مع عدد الطلاب صباح الخير شكرا لكم على هذا الموضوع الذي دائما يشكل أرق لأولياء أمور الطلب ذوي الإعاقة للأسف واحدة من المعيقات التي واجهتها أثناء إعداد استراتيجية التعليم بالدامج غياب الإحصائيات الواضحة بأعداد الطلب ذوي الإعاقة توزيعهم أعداد المدارس المهيئة لاستقبال أطفال ذوي الإعاقة وأيضا نوع التهيئة الموجود في المدارس التي تناسب الطلب ذوي الإعاقة الكل لما تحكي على مدى مناسبة المباني يعتقد أن الموضوع عبارة عن رامب أو موضوع حمام مهيئة فقط لاستخدام الطلب ذوي الإعاقة لكن لما ننظر لمفهوم التهيئة البيئية بمفهومها الأوسع نحن نحكي على مدارس دامجة للجميع تدمج الطلب ذوي الإعاقة الحركية الطلب ذوي الإعاقة السمعية الطلب ذوي الإعاقة البصرية التي بحاجة لوجود نوع من تباين الألوار خاصة ضعاف البصر تكون موجودة بالمدارس فيمكن هذه واحد من أبرز المعيقات التي واجهتنا وإن شاء الله الاستراتيجية وضعت بند خاص وبحور خاص لموضوع مدى توفر البيانات حتى يتغلب على هذه المشكلة عدد من المواطنين بيأكدوا بأنه عملية الدمج تجري بطريقة عشوائية للأسف في الوقت الحالي نعم ما منقدر ننكر هذا الموضوع اللي بتابع حركة التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم في السنوات السابقة بيأكد أنه هي عبارة عن مبادرات تبنتها إما زي مبادرة السيدة العطيات أو مبادرات ولوها أهالي أو منظمات حتى دولية لكن للأسف كل المبادرات كانت في الأغلب تنتهي عند انتهاء التمويل وأيضا هذا بحور طرقت له الاستراتيجية بحيث أنه نحن موضوع السياسات والاستراتيجيات والقوانين والتشريعات لازم تتضمن منظومة التعليم الدامج لأنه ما بدنا الموضوع يصير موضوع فزع متى ما فيه تمويل منوفر تعليم دامج بوجرد انتهاء التمويل للأسف بتوقف التعليم الدامج والأطفال اللي تم دمجهم ضمن هاي المبادرات للأسف بيكون مصيرهم أنه يرجعوا مرة ثانية للمنزل أو بيكونوا موجودين أيضا في المدرسة لكن بدون وجود آليات واضحة لدعم تعليم الطلب الذوي الإعاق كما يجب أن يكون يعني خلال الخطة وضمن الخطة ما هي حلول الأزمة المالية؟ للأسف واحدة من أيضا المشكلات اللي واجهتنا موضوع التمويل استضمنا في موضوع عدم تخصيص وزارة التربية والتعليم لمبالغ مالية كافية لدعم خطوة التعليم الدامج سموه رئيس المجلس التقى بدولة الرئيس ومعالي وزير التربي والتعليم وتم الاتفاق أنه في السنوات القادمة رح يتم تخصيص مبالغ مالية لغاية تنفيذ بنود الخطة وأيضا نلتقينا ببعض الجهات الداعنة الخطة شمالية كاملة مش موضوع الدمج فقط لا هو هي خطة أصلا تتعلق بدمج الطلب الذوي الإعاقة مش خطة استراتيجية للتعليم بشكل عام هي جزء منها هي جزء منها لأنه نحن لما نحكي عن مدارس دامجة للأطفال ذوي الإعاقة هي مدارس مهيلة للجميع يعني على العكس البيئة الدامجة بتشكل أساس داعم لكل الطلبة يعني أي طفل عنده أي نوع من أنواع الصعوبات في التعليم رح يقدر يستفيد من الخدمات الداعمة والاستراتيجيات الداعمة اللي بيستفيد منها الطلب ذوي الإعاقة فهي بيئة غنية بتعلم الطلب ذوي الإعاقة كيفية التواصل كيفية تقبل التنوع والاختلاف بتقلل من نسبة العنف لأنه الطفل من غير ذوي الإعاقة بتعلم من كيفية تقبل اختلاف أنه في ناس زي ما أنا بمشع رجلي في ناس بيستخدم وسيلة أخرى للوصول لاستخدام الكرس المتحرك العصل البيضاء بواسطة مرافق فهي الفلسفة اللي احنا عم ندعو لها أنه التعليم الدامج أو خطة واستراتيجية التعليم ما بتخدم فقط الطلب ذوي الإعاقة هي بتخدم الجميع سواء كنت أنا إداري من ذوي الإعاقة كبير سن ولي أمر الطفل من غير ذوي الإعاقة نتائج والدراسات والأبحاث بتقول أنه كل الطلبة اللي تحقوا بمدارس فيها طبقت نظام التعليم الدامج كانت نتائج الطلبة من غير ذوي الإعاقة إيجابية بشكل كبير علشان هيك هلأ حتى نتغلب على موضوع الموارد المالي وما تكون عقبة في اتجاه تمويل الخطة حاليا في شراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ومنظر والوكالة الألمانية للإماء لغاية توفير التنويل اللازم على الأقل للمرحلة الأولى من إطلاق الاستراتيجية الأول ثلاث أربع سنوات من توفير الموارد المالية وإن شاء الله سنشهد خلال الفصل الدراسي الأول مرحلة أولى ستركز بشكل أساسي على موضوع تدريب المعلمين لأنه هو هذا الأساس بالإضافة إلى تغيير الاتجاهات السلبية في المجتمع لأنه إذا أنا أو أنت اقتنعنا بفهم التعليم الدامج معناته إحنا رح كأشخاص رح نحاول نذلل كل الصعوبات اللي بتواجه تعليم الطلب ذوي الإعاقة كل واحد بجهوده البسيطة فتخيل هاي بتكون نظرة المجتمع بالكامل معناته إحنا قدرنا نغير نظرة المجتمع جيل كامل رح يحمل هاي الأفكار طب رحكينا بجانب آخر الأعباء المالية اللي يتحملها الآن أهالي الأطفال ذوي الإعاقة لحين تنفيذ الاستراتيجية كل هذه الأعباء سيبقى الأهالية تحملها هلأ المفهوم الخاطئ عن الاستراتيجية هلأ بنحكي استراتيجية لمدة عشر سنوات الناس تتوقعون أن الاستراتيجية هيتطبط بعد بكرة لا بعد عشر سنوات اللي إحنا بنقوله أن الاستراتيجية رح تاخد ثلاث مراحل بخطوط متوازية المرحلة الأورى رح نركز على ورح نمشي مع توجه دولة رئيس الوزراء أنه رح نبلش برياض الأطفال فالمرحلة الأورى رح تركز بشكل أساسي على طلب ذوي الإعاقة في مرحلة رياض الأطفال رح نشتغل في خمس مناطق نموذجية كل منطقة فيها خمس مدارس ريادية لدبج الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة رياض الأطفال السنة اللي بعدها هدون رح يكونوا في صف أول فبصير لدينا رياض أطفال صف أول بعدين اللي بعدها رياض أطفال صف أول تاني تاني هذه المرحلة الأولى لكن بيضل لدينا مشكلة طب اللي على مقاعد الدراسة بوزارة التربية والتعليم وما بتلقوا خدمات كمان الخطة الاستراتيجية راعت أنه هدول كمان لازم نقدم لهم دعم كافي على الأقل فيما يتعلق بتدريب المعلمين تطوير استراتيجيات التعليم تغيير الاتجاهات فأيضا الخطة رح تشملهم واللي للأسف بسبب تقصير منا كدولة ما قدرنا نوفر لهم الخدمات في المدارس الرياض في مدارس دامجة هدول ايش مصيرهم يعني صف أصار عمره 13 سنة وفاتوا فرصة أنه يلتحق بالتعليم هدول وين مصيرهم هدول كمان رح نوضع لهم حلول بديلة إما مراكز خاصة لتعليمهم حتى نقدر نلحقهم بشكل من أشكال التعليم وإن شاء الله نقدر نوصلهم لمرحلة أنه يلتحقوا أيضا بالمدارس مثل أقرانهم وغير دول إعاقب والمرحلة الثالثة اللي هي دول ثلاث مراحل يعني ثلاث مستويات المرحلة الأولى رح تشتغل زي ما حكيت لك على مرحلة رياض الأطفال الثلاث مستويات رح يمشوا بنفس المرحلة يعني بنفس متوازن رح يمشوا مع بعض لكن الخطة مدة عشر سنة الخطة مدة عشر سنة نحنا بنقول أنه في كل سنة خلال أول ثلاث سنوات هدفنا خمسة وعشرين مدرسة دامجة فتخيل في كل أول سنة خمسة وعشرين سنة الثانية خمسة وعشرين سنة الثالثة خمسة وعشرين ما ناتب نحكي خلال ثلاث سنوات حوالي خمسة وسبعين مدرسة ريادية دامجة وإن شاء الله بعد هيك من أمل أنه من خلال تغيير الاتجاهات تكون تصير في مبادرات فردية من الججتمع المحلي لدعم المدرسة اللي بوجودة في الحي نحن نصير فيه أكثر من خمسة وعشرين بالسنة طبعا إن شاء الله نحن هذا طموحنا المستقبل نتمنى لكم التوفيق في ذلك مساعدة من العام لشؤون الفنية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين شكرا جزيلا لك